وبالتالي فالمصاري العسكري ماشي والمصاري السياسي ماشي اعتقد من وجهة نظري نتيجة عوامل هقولها دلوقتي انه سيتم تمديد وقف اطلاق النار ويتم تمديد تبادل الاسراء ليه؟ من الجانب الاسرائيلي نتنياهوس هيوافق غزبا عنه عنده اجتماع النهاردة للكابنت لحكومة الطوارئ عنده اجتماع ربما وانحنا عاديين دلوقتي الاجتماع ماشي في اسرائيل لينظروا في احتمال تمديد لما نحط ده بلس بقى انه مدير الـ CIA جاي بيرنز جاي فبيرنز يعطي تعليمات مش جاي يسأل بيرنز ده ما بيجيش يقولهم باخترح عليكم اسمعوني رأيي كذا لا ده بيجي يعطي تعليمات واسرائيل في وضعي الان وده يعني ربما جديد تماما ان اسرائيل كانت طول الوقت تحت الحماية الامريكية هي الان خرجت من الحماية الامريكية لتدخل بيت الطاعة الامريكي وده هيكون ليه تأثير على مستقبل ليس اسرائيل على مستقبل تركيبة الشرق الاوسط لم يعد نتنياهو يستطيع كما في السابق ولا اي رئيس حكومة قادم انه يحط على رجل على رجل قدام اي رئيس امريكي قادم ويقول له اقبل او لا اقبل لانه سيتلقى ايضا تعليمات حد بقى يقول لي اللوب الصهيوني ما اللوب الصهيوني سيبكم الكلام ده على جام لانه اللوب الصهيوني الايباك في الولايات المتحدة الامريكية الان ضد هذه الحكومة وهو امريكي في الدرجة الاولى قبل ما يكون صهيوني وسيستمع الى تعليمات الولايات المتحدة الامريكية لانه يريد مع امريكا انقاذ اسرائيل من نفسها انقاذ اسرائيل من نفسها مفهوم طيب عشان كده هرجع اكرر تاني اسرائيل خرجت من مظلة الحماية الامريكية واستدعيت رغم انفها لبيت الطاع الامريكي مفهوم وهذاك شايف انه من المرجح جدا انه يتم تمديد الهدن الاولاني عشان يخلص تخلص الحكومة الاسرائيلية ونتنياهو من ضغط الشارع كويس لانه طالما هذا الضغط بيقول له لا ما ترتب ليش الاولويات انك تعمل العسكري الاول وبعدين تحرق وتستفيد باكبر عدد من الرهائن يفرج عنه ستطلع لي الرهائن الاول عشان نخلص من الموضوع فسيوافق على الى جانب انه الامريكا عايزة تمدد ده والنهاردة مدير السياي اي بيقول له مدد كويس من جانب المقاومة هي ايضا مستفيدة لانه ده العبء عندها وعايزة تستفيد من الوقت والوقت ربما تحدثنا في المرة السابقة ان الوقت واحد من اهم العوامل ان لم يكن اهم عامل في العملية العسكرية صحيح وبالتالي هم عايزين يستفيدوا من الوقت يستعدوا يغيروا مواقعهم يستعدوا دفاعيا للمعركة القادمة يشوفوا اذا فيه متغير جديد سياسي سيدخل على العملية العسكرية يوقف آلة الحرب العسكرية ويتجهزم الوقود والغذاء ولذلك وإلى جانب انه مصر بتلعب دور مهم قطر ايضا تلعب دور مهم والولايات المتحدة تضغط بشدة لتمديد وقف اطلاق النار واستكمال الرهاء اذا استكملت هذه العملية ايه اللي هيحصل هندخل مباشرة على عام لا احد يتكلم عنه استكملت الهدنة الهدنة اه وتبادل خلصنا من التبادل لكن سيبقى احنا لو حسابنا ست ايام ثمان بس وفي نقطة مشكلة قبل معناك تخشلنا على السيناريو بتاع اليوم التاني او ماذا بعد لا لا ده قبل باليوم التاني طيب هي ورقة الضغط الرئيسية التي تمتلكها حماس وباقي الفصائل ايه الرهائم لا لا اه مش بس الرهائم يعني في نظرك على الاقل المجتمع الغربي وضغطه وتعاطفه مع فكرة الرهائم فكون ان حماس دلوقتي كسبت هذا الوقت مقابل خمسين رهينة فهي ما زالت محتفظة بالعدد الاكبر والنوعية الاهم هم العسكريين والبنود هو ده اه احنا في الستة يالا مقادمة لو كل يوم طلعت رقم عشرة هنوصل لمية وعشر مثلا خمسين زائد عشرة في ستة هيبقى يعني ستين وخمسين هيبقى مية وعشر ما يزال عدد اخر صح حماس تقول انها لا تسيطر على العدد الاخر اللي موجود ومنتشر في الاماكن اخرى وبعضها مات بالقصف الاسرائيلي على بيوت لانها مش محتفظة بهم كلهم في الانفاء بعضهم في الانفاء الاهم هو انه في عسكريين صح هؤلاء العسكريين ليس معروفة ان الان عددهم قد ايه بعملي حسابية اذا خصمنا 230 شلنا منهم 110 ان شاء الله يكونوا هدول كلهم البقيين من العسكريين صح هنا ستتغير المعادلة تماما لا يمكن للمقاومة ان تقبل بمعادلة واحد وصد ثلاثة نفتكر بقى جال عطش ليت وكل احنا اللي عايز اقوله فيما يتعلق به هنفتح ملف التبادل لصفق التبادل بس بنقول ان الوضع سيختلف تماما نعم حتى لو قمت بعملية عسكرية فانه كمان دوليهم اهالي اذكر هنا بانه من حرب سنة 14 في جسستين اشلاء جسستين لعساكر وفيه واحد اثيوبي واحد بدوي من عرب 48 من النقب موجودين وايضا فشلت اسرائيل في الحصول عليهم وتحريرهم وكان فيه مفاوضات لاجراء تبادل الاسرح وفشلت طيب دلوقتي هيبقى فيه عدد من العسكريين احنا غيرنا جلعات شليد بـ 1047 واحد كم حماس بتقول تبييد السجون تبييد السجون ده مصطلح فلسطيني انه مايبقاش حد في السجون طيب ده اسرائيل ستحاول حسب مزاعم الجيش تحديدا انها بضغطها العسكري يمكن ان تفرج عنهم او تضطر حماس الافراج عنهم ده سيناريو مختلف ومعادلة مختلفة تماما مفيش واحد لثلاثة احنا امام معادلة يسموها في اسرائيل حتى الكل في الكل معادلة صفرية كل دول مقابل كل دول اه صفرية قابل قابل مش قابل يا هيموتوا عندنا او نستشهد معاهم لكن لن يتم تحريرهم بالمعادلة السابقة الضغط الدولي هيقل لان الضغط الدولي بيقولك دول عسكريين كعسكريين انا اتدخل ليه صح فالضغط الدولي سيقل وهتبقى مباراة بين الطرفين اسرائيل سوف ترمي بكل سقالها العسكري فيه معركة يعتقد تماما زي ما قلت وانا وردتكو الامر العمليات نمرة ثلاثة وتسميت يعني بالاسماء انه في الفرق اربعة وتسعين كان فيه فرقتين في الاساس موجودين في قطاع غزة مع ثلاث فرق مضرعة الان هي بتجهز للعملية البريه في الناحية التالية طيب طب انا سؤالي هنا حتى لو خفت ضغط الغربي والدولي ومجتمع الدولي بسبب اخلاء الرهائد المدنيين نعم بعد تغيير الصورة او بعد المكسب المعنوي الكبير اللي خليته القضية الفلسطينية والشعب في غزة والاطفال ومقتل النساء وما ذلك حتى مش حافل حكومات بس في الشوارع والرأي العام والاعلام الغربي لا وتغيير في الدول بالنسبة كبيرة اسبانيا وبلجيكا وارلندا صحية هو السؤال هنا هل سيسمح العالم لاسرائيل بمعاودة هذه الحرب السافرة الوحشية بنفس الشكل واستعادة الصورة اللي العالم كله انطفض من اجلها طيب بس اكمل قصة الرهائن والاسرة وبعدين ننخل الى هذه المسألة في تاريخ المقاومة الفلسطينية من سنة ليست هذه هي اول صفقة وربما لن تكون الاخيرة الا اذا اقر السلام وقيمة الدولة الفلسطينية فلن يكون هناك صراع يستوجب وجود رهائن او اسرة في الطرفين طيب من تمانية وستين حتى تلاتة وعشرين جرت خمسين عملية تبادل اصر خمسين خمسين عملية من تمانية وستين الى الصفقة الاخيرة دي اشتركوا في القناة